فضيلة الشيخ عن انتشار القباب في وقتنا الحاضر والقبور التي يتبرك بها الجهال ما أسبابه في نظركم الشيخ صالح ثلاثة أمور الأول الجهل وعدم العلم وهذه آفة الجهل الأمر الثاني دعاة الضلال الذين يدعون إلى عبادة القبور وإلى بناء الأضرحة وبناء المساجد على القبور هذا من سنة اليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك فالجهال إذا لما رأوا اليهود والنصارى يعملون هذا قلدوهم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ولعن من فعله فلا يجوز البناء على القبور قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها فلا يجوز البناء على القبور هؤلاء عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوا على القبور وشيدوها وأول ما حدث هذا بعد القرون المفضلة بعد القرون المفضلة خصوصا لما استولى الفاطميون الشيعة الباطنية استولوا على مصر وعلى ما حولها نشروا القبورية والصوفية في الأمة فانتشرت من ذاك الوقت وهكذا كل ما تأخر الزمان تشتد غربة الدين ويحتاج إلى تجديد وإلى بيان وإلى توضيح للناس ما عندهم أحد يوضح لهم فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه ولو أن أهل العلم قاموا لله عز وجل وطهروا البلاد من هذا الشرك لتطهرت ولكن لما تقاصر أهل العلم وأهل الدين تجاسر أهل الشر وأهل الشرك وأهل الوثانية فنشروا هذه البدع والخرافات في المسلمين حتى ظنها من الدين وأن من أنكرها فقد أنكر الدين عندهم أحسن الله لكم